في تحول سريع للأحداث التي عصفت بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية عادت القوات الحكومية لفرض سيطرتها على شبوى فيما لا تزال تتقدم باتجاه محافظة أبيان المجاورة السقوط السريع والمفاجئ لقوات الانتقال في شبوى تبعه إعلان عدد من الألوية والقيادات العسكرية والأمنية في أبيان ولاءهم للشرعية وهما يجعل من المعركة هناك شبه محسومة أيضا وهذا ما يجعل من قوات الانتقال المدعومة إماراتيا تقف وجها لوجه مع قوات الحكومة على أبواب عدن التي استولت عليها قبل أيام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري دعا من تبقى من قيادات ميليشيا الانتقال في محافظة أبيان للتسليم وحقن الدماء إلا أن تلك الدعوات قوبلت باستمرار التحشيد للقتال من قبل الانتقال ويتوقع المراقبون معركة حاسمة في زنجبار ما لم يكن هناك تراجع من أحد الجانبين بفعل تدخلات القوى الخارجية الدائمة للطرفين وبالتزامن مع التقدم العسكري لقوات الحكومة حظي الرئيس هادي بإسناد أممي تمثل في تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعمه للشرعية وأمن وسلامة ووحدة اليمن معركة جانبية قد تبدو سريعة وخاطفة إلا أن تكلفتها ستبقى ثقيلة على مختلف الأطراف فيما يؤكد البعض أن الخاسرة الأكبر هي القضية الجنوبية التي استهلكها المجلس الانتقالي في حروبه الخاسرة من أجل تثبيت أقدام المشروع الإماراتي في اليمن وبعد أن ثبت للجميع أن من السهل الاستقواء بالخارج لتحقيق بعض المكاسب وأن هذه المعارك الهامشية يمكن أن تتسبب بضياع كل إنجازات المعركة مع ميليشيا الحوثي يبقى الوقت مناسبا الآن للشروع في حوار من أجل معالجة الإشكالات السياسية القائمة وإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة